عشان كده تعالوا نفتكر مع بعض ازاي الرئيس رد على ميريكل اللي كل الدنيا كانت بتتفرج على المشهد ده بثوابت الدولة المصرية فيما يخص حول الانسان انا بس انا دايما عارف ان دايما في كل الاصدقاء الاوروبيين اللي بيموجودين بيشغلهم هذا الموضوع ولازم تكونوا وده كلام مش بقولوا كلام انشائي لازم تكونوا عارفين ان احنا برضو حرسين جدا على حول الانسان في بلادنا زي ما انتم حرسين لكن من فضلكم من فضلكم كلكم من فضلكم راجعوا المنطقة وظروفها ورجعوا الحالة المضطربة اللي بتمر بالبلاد دي كلها بالكامل راجعوا الموقف بتاع الارهاب والتطرف اللي موجوده اللي بيقوم بعمليات ضد المدنيين وضد كل عناصر الدولة المصرية على مدى تلسيوموس كان ايه علاقة يعني ان حد لو كان لي رأي مخالف ان هو يقوم يدرب الكناز في مصر ليه ليه يتعرض ليه للمصريين على سيستاميز ديني ليه طيب ده معناه ان هذه الدولة هي تقدم نفسها بشكل واضح وجلي ولا تخضع للابتزاز ولا مسموح ولا من حق احد يلوي دراعها طب هل ده معناه ان احنا بنغرد خارج السرب بتاع القانون الدولي قولا واحدا لا المسألة تستحق لان هو ده الاساس دي المصطرة اللي بيها بنشتغل يعني ايه في دبلوماسية مصرية البعض يسميها الان دبلوماسية جدة دبلوماسية جديدة دبلوماسية خشنة وانا اسميها دبلوماسية الدولة الجديدة بالدماء الجديدة